يعني أنا يمكن ما حضرنيش نصوص معينة من السنة النبوية في هذا المعنى لكن إحنا عندنا قاعدة عامة إن السنة النبوية هي التطبيق العام للايات القرآن الكريم وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على تطبيق القرآن الكريم مش بس في يعني مساحة الواجب إنما كذلك في مساحة المستحب لأن كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض فكان أكيد يرشد الناس لمثل هذا وأنا حضرني الآن واقعة لكن هي الواقعة دي على سبيل الإقرار مش على سبيل الفعل لما البشير ابن سعد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد وهب أحد أولاده عطية دون إخوته فلماذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليوثق هذا أمامه من حيث النبي عليه الصلاة والسلام حاكم ولي الأمر في هذا المعنى فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشهد على هذا العقد ولم يرد أن يقوم بعملية التوثيق لهذا العقد لأنه أرشد بشير ابن سعد أنه يسوي بين أولاده في العطية فقال له يعني إيه سووا بين أولادكم أو أكل ولديك نحلتها مثل ما نحلت النعمان يعني هديت كان عايز يدي النعمان ابن بشير فقال له لا قال له إيه لا فإذن لا أشهد فلأ كانت عملية التوثيق الحديث ده يدلنا أن عملية التوثيق كانت شائعة وده حصل في عصور الصحابة ده يحضر أنه فيه بقى وقائع واضحة في عهد أبو بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفيما يليه من العصور كانوا يوثقون الإقطاعات اللي بيقطعوها للمستحقين يوثقون هذا يبقى فيه حاجة زي حجة زي شيء من هذا القبيل موثقة ورسمية وكذا إلى آخره بحيث أنها تحفظ الحقوق لأصحاب الحقوق ربما في عصرنا الحالي أحيانا الموضوع بيثير نوع من الحساسية خصوصا لما يكون بين الأهل والأصدقاء والأقارب لو أحد عايز ياخد من صديق لي أو من قريب له مبلغ على سبيل القرض يعني أو السلف فده ممكن يخلق نوع من المشاكل والحساسية يعني رأي حضرتك إيه؟ نعالج الموضوع ده إزاي يعني؟ أو نوع يقولك أنت ما تثقش فيه هو الموضوع طبعا ومحتاج شيء من النطج الزائد النفسي النطج النفسي الزائد الموضوع مش موضوع ارتفاع للثقة طب أنا بثق فيك لكن الأعمار بيد الله اللي أنا بقوله لحضرتك ده هو الحديث المتداول الأعمار بيد الله محدش عارف الموت من الحياة الناس بيقول لبعض كده الموضوع مش موضوع أنا مش واثق فيك بس محدش عارف الموت من الحياة يعني إيه محدش عارف الموت من الحياة يعني أنت أخدت مني على فكرة ممكن الدين اللي بتاخده مني يبقى ميت جنيه مبلغ تافي وممكن يبقى مليون جنيه صحيح يعني هو الديون مش ضرورة تكون محقرات أو مبالغ يمكن احتمالها ممكن واحد يبقى مورود في مبلغ كبير ومضطر أنه يعني يفك أزمته فبيلجأ لغيره فالغير ده عايز يحمي نفسه ويحمي حقوقه ومش لأجل أنه غير واثق في هذا الآخذ اللي هو عنده يا سيدي من أولياء الله الصالحين بس حفظا للحقوق لأنه ربما أنا أديك الفلوس أمر الله ينفذ صحيح لما روحي الوراء سأقول لهم أنا ليه عند أبوكم مليون جنيه هيقول طب فين في حد بيدي مبلغ زي ده من غير ما ياخد ما يثبت فهي لازم يكون فيه شيء نوع من أنواع التوسيق لهذه الحقوق مش طعنا في الثقة ولا شيء من هذا القبيل ولكن حفظا للحقوق والخطاب الذي جاء في القرآن الكريم جاء للذين آمنوا وليبي يتسق مع فكرة المقاصد اللي فاضلتك تحدث صحيح وجاء زي ما بقول لما عليك جاء للذين آمنوا والذين آمنوا دول مؤمنوا التقي فيهم وغير التقي الموثوق فيه وغير الموثوق الموضوع مش موضوع ثقة في الشخص بقدر ما هو حفظ الحقوق أمام تغيرات الزمن غير المضمونة ترجمة نانسي قنقر